من الأشياء التي يشكلون بها على أهل السنة أنهم يقولون لهم أنتم تقولون بالتحريف بدليل اختلافكم في البسملة بدليل اختلافكم في البسملة وبعضكم يقول آية من القرآن بعضكم يقول ليست آية من القرآن وهذا الدليل على أنكم تقولون بالتحريف فمن يثبت البسملة يزيد في القرآن ومن ينفي البسملة ينقص من القرآن ماضح المسألة؟ نعم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كما نقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لم يختلف أحد من أهل العلم أن من نثبتها أو من نفانه ليس بكافر بالنسبة للبسملة والبسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم آية مستقلة ليست تابعة لأي سورة من القرآن ومن نفاها من أهل العلم إنما هذا بسبب اختلاف القراءات والذي ينظر في قراءة حمزة يرى أنه لا يذكر البسملة أبدا حمزة لا يذكر البسملة بين السور وإذا اختار الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الاختلاف في البسملة بسبب اختلاف القراءات ففي بعض القراءات من الصحابة من سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه إذا قرأ السورة ذكر البسملة ومن لم يذكر البسملة كحمزة وغيره إنما لأنه الطريق الذي أخذ منه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة بعد سورة لا يبسمل بينهما فلم يكتبها فالم يكتبها فالبسملة إذا ثبوتها وعدم ثبوتها بسبب اختلاف القراءات فقط وهذا موجود مثل قول الله تبارك وتجري تحتها الأنهار وفي قراءة تجري من تحتها الأنهار ففي إثبات من وحذفها وكذا في قوله تبارك وتعالى فإن الله هو الغني الحميد وفي قراءة فإن الله الغني الحميد بدون هو وهذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيح فليس الاختلاف في القراءات فقط في الفتحة والضمة والكسر لا أيضا أحيانا في إثبات كلمة أو نفيها هنا الكلمة واحدة كرسم نحن نتكلم عن رسم أن تحذف من هنا وتضاف هنا فبسم الله الرحمن الرحيم تحذف في قراءة وتضاف في قراءة وكذلك هو فإن الله هو الغني والحميد أو من تجري تحتها أو تجري من تحتها الأنهار وهكذا فالاختلاف في البسم والاختلاف القراءة ثم مع هذا كله قلنا ونعيد نكرر أنه لا يشني على أهل السنة في هذا إلا الشيعة وقد جاءت عندهم روايات عن جعفر الصادق أنه سأله أحدهم قال أقرأ الفاتحة فلا أبسم الله قال لا بأس لا بأس فدل على أنها كذلك عند جعفر كما هو الأمر عند أهل السنة والجماعة فاتهامهم لأهل السنة بالتحريف بحيث أنهم إذا قرأوا الفاتحة يقولوا الحمد لله رب العالمين ولا يبسملون نقول لا يبسملون هذه لها وجها الوجه الأول هم يبسملون ولكن سرا وهذا مذهب أحمد وبي حنيفة وإما إنهم لا يبسملون لأنها في قراءة غير ثابتة وهذا مذهب مالك أن بإسم الله الرحمن ليست عيم الفاتحة أصلا طيب فإذا كان الأمر كذلك إذن البسمة لا نقول وجودها وعدم وجودها بسبب الاختلاف في القراءة وليس للشيعة مدخل هنا في دعوة التحريف على أهل السنة والجماعة